وعلى المستوى الآخر من تحديات حكومة السودان قدم معهد المجلس الأطلسي الأمريكي قراءة في الزيارة الأولى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عقد والأولى له كرئيس للجمهورية إلى العراق وفتح الفرص الجديدة للتعاون الاستراتيجي في مجالات حيوية مثل الطاقة والتجارة والأمن واعتبر التقارب بمصالح أنقرة وغداد قد يؤدي إلى ظهور العراق أكثر استقرار منذ أحداث الكويت قبل ثلاثين عاما مضيفا أن زيارة أردوغان مهدت الطريق لتحسين الاستقرار والازدهار الإقليميين مع ما لذلك من آثار غير مباشرة على إقليم كردستان وفي الوقت نفته قال التقرير أن الرئيس الوزراء العراقي محمد شيع سوداني مضطر إلى التعامل بدقة مع النفوذ الإيرانية على السياسة والأمن العراقيين في الوقت الذي يحاول فيه موازنة هذا النفوذ أو الحد منه في حين أن تطوير العلاقات مع تركيا يشكل بعدا آخر لهذه الاستراتيجية